بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت ده بيبقى يوم سعادة يوم هنا عشان بيبقى فيه من أصحاب السعادة حاضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقل الحسن وكان دائما دائما التبسم صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا لما باجي يوم السبت وعارف أن أنا هتكلم مع أصحاب السعادة اللي هم مقبلين على الزواج وكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية ببقى سعيد جدا ومبسوط وخاصة لما نكون عن نتكلم عن مهارة النهاردة لما بتكون موجودة الناس بيحصل لهم حالة من حالات السعادة وحالة من حالات الهنى هقول لك حاجة فاكر لما مرة أنت قعدت تسمع زوجتك فهي حست بإيه إيه الراحة دي مش بس كنت قعدت بتسمعها كنت تسمعها وهي تقول لها أنا عارف أن أنت حساعة أنا عارف أنت تقول لك آه والله الحمد لله أنت حسيت بمشاعر دي أنت هنا ببساطة خالص إيه اللي عملته عملت مهارة مهمة جدا 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 والمهارة دي لازم نكلم كل المقبلين على الزواج إن هم يعيشوها وكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية المهارة دي اسمها إيه؟ المهارة دي اسمها مهارة التعاطف الزواجي ودي مهارة مهمة جدا جدا لدرجة أن أهلنا صاغوها عندما قالوا قالوا إيه؟ القلب على القلب رحمة لما قالوا القلب على القلب رحمة كانوا عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا أن لما حد يحس أن فيه قلبي تاني معاه فهو بيحس أن دي رحمة من ربنا رحمة من ربنا أن يخلى حد يقدر يحس بالجواه عشان كده هو دوت التطبيق أحد التطبيقات العملية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي يبقى التعاطف حالة من حالات اللي ربنا خلقها بين البشر حالة غريبة بس هي موجودة وعشان كده التعاطف هو إيه؟ مهارة التعاطف دي التعاطف الزواجي ده هو قدرة شريك الحياة على أن هو يقدر يفهم مشاعرك ويقدر يغوص في أعماقك عن إيه؟ مش بس عن خبرة ولكن عن إحساس مشترك أنه وضع نفسه مكانك بس بعد ما يكون فهمك فهم جيد اللي احنا بنقوله دوت وانتوا سمعيني كل واحد فيكم بيقول ياريت شريك حياتي يعمل كده وعشان كده دي مهارة احنا عايزين نعلم بيها نعلمها للمقابلين على الزواج واللي عايزين يجددوا حياتهم من زوجي التعاطف الزواجي مش معناه أننا تعاطف مع بعض في المصائب ومقاسي بس ولكن ما فيش مصيبة حصلت لو ما فيش مصيبة حصلت نقول بقى أن احنا مش ضروري أن نتعاطف مع زوجنا ولا مع زوجتنا ولا مع زوجتنا ده مش حقيقي التعاطف صفة إنسانية بيحتاجها الإنسان حتى في الفرح يعني أنا لو فرحان فرحي بيزيد لما حد يتعاطف معاه وعشان كده أنا محتاج التعاطف عشان يخفف ألامي بس كمان أنا محتاج التعاطف عشان يزود أفراحي مهارة غريبة ربنا جعلها في البشر تخلي البشر بالضبط كده كل حاجة تزيد وتقل بمهارة واحدة سبحان الله المصائب تقل تأثيرها هو جاعة لما حد يتعاطف معاك وكمان الأفراح تزيد لما حد يتعاطف معاك التعاطف على فكرة ممكن يبقى على مستوى بسيط جدا زي مثلا إن زوجة يقول لها زوجة أنا نهاردة تعبت في الشغل خالص يبقى إذا التعاطف كمان ممكن يكون في الحياة العادية يقول لها أنا تعبت في اليوم النهاردة كان طويل وكان حر وأنا مش نايم كويس فالمفروض يكون رد الزوجة عليه يبين تعاطفها معاه يتعاطفها معاه وهو حاسس بالتعب هو قال لها كده لي ولذلك أول التعاطف أول التعاطف هو محاولة سؤال النفس وتوقع ما الذي ينتظره شريك حياتي مني هو قالي الكلام دي إيه الحافز أو الدافع اللي قاله احنا نقول إجراءات التعاطف إيه وإزاي الواحد يتعاطف بس هنا في المثال اللي احنا بنقوله ده في المثال البسيط ده أنا كنت تعبان جدا جدا واليوم كان طويل واليوم كان حر وأنا مانمتش كويس منتظر إيه منتظر أن هي تقوله الله يقويك ويعينك علينا خش ارتاح لك شوية ومش هنزعجك ولما يبقى الأكل حاضر ولما نجهز الدنيا إحنا عن صحيك فإيه اللي يحصل يحس إن حد بيطبطب عليه يحس إن حد بيحن عليه يبقى تخيل بقى لو إن هي ما عندهاش المهارة دي وسكتت وكأنها ما سمعتش حاجة هو ده أسوأ إجراء ممكن يحصل إذن مهارة التعاطف دي مهارة مش إنها مهارة سنوية بنحتاج لها لأ دي المهارة دي فقدها هو اللي بيترطب عليه ببساطة هو فقد الإحساس بالقيمة الإضافية للجواز يا نهارة بيض وده لما بيبقى موجود الواحد بيحس إن الجواز نعمة يبقى التعاطف في الزواج ده هو اللي بيحسس الواحد إن الزواج ده تنعمة ولذلك بيبقى أسوأ حاجة إن هي تقول له وإيه يعني ما الرجالة كلهم كده عاوز بالله ما حد اشترب من حضرتك إن أنت تقرر حقيقة إنسانية إن الرجالة كلهم بيتعبوا الوقت هنا الطريقة دي غلط ويه يعني ما اليومين دولة كل الناس حر أنا ما حد اشترب حضرتك إن أنت تقرر الحقيقة الكونية بإن الناس حر إن الناس عايشة في حر على فكرة نفس الحكاية كمان بالنسبة للست لما تقول لزوجها النهاردة كان يوم حر جداً ونزلت السوق وشتريت ووقفت في المطبخ في الحر وقدامه البوتجاز وعملت وسويت والدنيا النهاردة كانت تعب جداً 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 وحررت الجو أنا ما كنتش قادر أخذ نفسي ولدرجة إن أنا جبت المروحة حطتها في المطبخ معايا هو لازم يقول لها إيه؟ ربنا يديك الصح وإحنا مش عارفين من غيرك وإننا نعمل إيه؟ إنت وجودك في حياتنا نعمة من نعم ربنا هيتحس بإيه دي ساعتها؟ وإن الحر ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كل قطرة على أنزلت منك إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك وهي محفوظة في قلوبنا إيه ده؟ هتحس إن اللي عملته دي إيمة وعشان كده تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل للتعاطف مع السيدة خديجة والنموذج الأكمل للتعاطف من السيدة خديجة مع حضرة النبي لما نزل الوحي على حضرته صلى الله عليه وسلم وحصل إن هذه الهيئة لسيدنا جبريل واللي حصل من انتظاره لهذا الحدث العظيم اللي هو حدث البعث لما حصل ورجع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زملوني زملوني السيدة خديجة الكبرى عليها السلام عملت قدر من التعاطف عجيب لدرجة أن حضرت النبي يقول إني خشيته على نفسي فالسيدة خديجة تعمل إيه تزمله ثم تقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا شوف الكلام إنك لا تصل للرحم على فكرة الحاجة دي إجرائيا كده هي ملعاش دعوة بالحصل لحضرت النبي حضرت النبي بقول أنا شفت ملك وأتاني بوحي فشوف هي بتقول له إيه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل للرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعينه على نوائب الحق إيه الكلام ده بتخليه يحس بإن هو في أمان الله وإن كل اللي عمله ده هيخليه في أمان الله ولا يمكن يكون ده شيء مضر بالعكس لشيء حسن وكأنها بتبشره فواسته سيد ستنا خديجة الكبرى وإذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما ييجي تكلم عنها يقول أنها وسته بمالها حين منعه الناس وصدقته حين كذبه الناس إذن ده نموذج عجيب ومش بس كده شوفه عشان يتم التعاطف كمان عشان ما تحسسوش المسألة تفى تاخد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وتروح لسيدنا تروح لورقة بن نوفر وتسأله عن القصة كلها عشان بتحترم الحالة اللذي كان فيها حضرت النبي ونفس الكلام لما حصل في حصار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ومرضت السيدة خديجة حضرت النبي حزن لمرضها حزن شديدا ولما شعرت السيدة عائشة كمان على فكرة لما انتقدت السيدة خديجة وحصل لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد أسباب تسمية هذا العام بهم الحزن إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتعاطف مع السيدة خديجة حتى في انتقالها المبارك إلى الرفيق الأعلى وكمان يستمر ده مع حضرت النبي التعاطف السيدة عائشة لما تقول لما يجي لها الصدع فتقول ورأسه كم واحد مراته بتبقى مصدعة تقول له أنا مصدعة يقول لها إيه في الغرب يقول لها إيه هتخفت بالوقت لكن حضرت النبي يقول إيه بل أنا يا عائشة ورأسه تسلم رأس حضرته وتنعم يا رسول الله وتتبارك وتتنور هذه العبارة كفيلة أنها تجعل السيدة عائشة تزوب تخيل كده بل أنا ورأسها يا عائشة أنا حاسس أنها مش بس راح من عندها الصدع ده حياتها كلها ازدادت كمال ونور وكانت تعاطف الإيجابي أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمال لما عقد السيدة عائشة ضع منها وكانوا على سفر حضرت النبي أسر أنهم ما يتحركوش لغاية ما يلاقوا العقد وفي الوقت ده اتنازلت آية التيمم والدرجة أن الصحابي قال ماها دي أول وبركاتكم يا قال أبي بكر ده من بركات التعاطف تعاطف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتختم ختم سماوي على أن من تعاطف مع أهل بيته بالتعاطف يأتي الفرج شوف شوف المعنى الكبير اللي احنا لازم نتعلمه نتعلمه أن تعاطف حضرت النبي جاب الفرج للمسلمين على امتداد حياة المسلمين ترجمة نانسي قنقر